أول شي نقول مرحبا وإهلا وسهلا بكم بالمكتب الإعلامي العراقي في النرويج وبالحقيقة أنا سعيدة ألتقي بشباب ناشطين مثلكم اللي على الصورة أنتو هذا ما في عدكم تمويل خاص وإنما هذا كل مثل ما نقول نشاط اللي نقول بي تطوعي وأنا سعيدة من أشوف شباب إراقيين يعملون نشاط تطوعي لأن هذا حقيقة يدل على المواطنة الحقة مثل ما تعرفون أنتو هنا في النرويج من أحد معالم المجتمع النرويجي هو العمل التطوعي تقريبا كل واحد يعمل عمل تطوعي ويفتخر به من يضعه في السي بي مالتا بالسيرة الذاتية وهذا يدل شيء خير مثل ما نقوله بركة عليه فمرة أخرى أني أقول أهلا وسهلا سيد مهيمن وسيد صادق وأتشرف بهذا اللقاء معكم